هنا نقول كمان يا ست اللوة انه تنسيق المنظمات الدولية مع مصر والدول العظمى مع مصر مع اي قضية في الشرق الاوسط تنسيق طبعا اول حاجة بيجروا على مصر عشان يشوفوا رأي مصر وزهل تصرف ده بيتأتى من خلال زي ما حضرتك قلت لو لم تكن قويا لما جاءك 42 دولة في الظل جاعة كورونا لو لم تكن قويا لما جاءك 30 الف زر على الاقل في الظل جاعة كورونا لو لم تكن قويا لما استعرض عندك او لديك الكل من هو يتمتع بصفات او مواصفات قوية قتالية عسكرية في استعرض لقدراته القتالية على ارضك وفي مكانك في اطار معرض انت المتحكم فيه انت اللي دعتله وانت اللي اسستله وانت اللي عملته وانت اللي بتحقق نجاح فيه اولا 18 و 21 انعكاس لنجاحه احنا خدنا نقاط القوة اللي ظاهرت في 2018 ونقاط المطلوبة التركيز عليها اتعاملنا معها اشتغلنا على نفسنا فيها وصلنا لعشرين و 21 عشرين و 23 ان شاء الله القادم هتفوق بنسبة اكبر ونسبة المشاركة بتاعتها تبقى اكتر يبقى انا بقول للعالم كله لا انا انا دولة اهم النقاط يا فندم اللي خرجنا بيها من نسخة عشرين و 21 من معرض ادكس من الجلسات ويعني حلقات النقاش اللي كانت بتتم طبعا عليها مش فعليات معرض ادكس 20 و 21 بداية رسالة التمقانة للشعب والعالم كل ان مصر دولة قوية وعادة دي تمام ارتباط الثقة او زيادة الثقة بين الشعب وبين قواته المسلحة وبين المستثمر الاجنبي والدولة المصرية وبين كل دول العالم والدولة المصرية كركيزة وكأساس للمنطقة اذا ريادة وزعامة وقيادة الجمهورية المصرية العربية ده اول ناكاس على المستوى السياسي على المستوى العسكري اخذنا مجموعة من الاتفاقات العسكرية في طر مبينة وبين دول وخصوصا دول حوض النيل يمكن كان فيه لقاء مع الكونغو مع اوغندا مع تنزانيا مع بروندي وراويندا يعني مجموعة كبيرة جدا من دول حوض النيل التقناها في طر المنظومة أو الدول المصر العسكرية اللي نستعلى على هذه الجزئية الجزء التاني الاقتصادي فكرة اننا سواء سلاح وروج وعمل عمليات اعمال بيع ومن هذا القبيل او من هذا الشيء انا بأكد على ان فيه تنمية اقتصادية ومرضود اقتصادي واعد على هذا الموضوع في مجال الالاقات بقى بين كمجال الاجتماعي بينهم بين دول هذه الشعوب وسيقطها فيها كدولة مصرية وتعاونها معايا في ظل تحدات وتهديدات اعتقدنا كافة انا دولة نجزة في ملف الارهاب انا دولة الحمد لله ملف كتير في الهجرة غير المشروعة انا حدثنا في 2016 هذا الكلام كل هذه التعاملات وهذه زائد ان انا منتج لأسلحة تتعاطم على الانهار يعني فكرة الطيارة بدون طيار ده الكل ساعة اتكلم فيه مع حضرتك الوقت احنا بنتكلم في جناحيين للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشوفنا اسلحة كنت حدث بتتكلم عنها في البداية احنا بقينا بالنسبة 15% الوقت يبنصنع المشاركة اه فعايز حدك بقى مشاركة في المعرض مشاركة في المعرض اه المعروضات المصرية بقى اه من الربو مية يعني تقريبا ستين يوميا عادل ستين شركة طيب عزين اتكلم بقى عن المعروضات المصرية اللي احنا صنعناها هنا في مصر اه يعني بداية المدرعة التمساح اللي هي انا انا بصنع لي ايه عشان اغطي هدف او احقق هدف او اغطي عوارة عندي في جزئيه معينة ايه العوارة اللي عندي كان العالم كله بيعاني منه الهياء وكانت انت الطيارات اللي بدون طيار دي بتعمل من شأنه اعمال ضد الانسانية وضد الانها بتستهدف مواطنين وبلديين وابرياء ما لهمش زيان ما لهمش علاقة بالموضوع في اطار تشوية او يعني ايجاد حالة من عدم الاستقرار في الدول دي فانا عملتها زيط طيارة عشان اعرف ابعادها ايه وكيفية المجابهة ليه ادي جزء جزء التاني الانسان اللي مش انه الانسان قالي المعدة التي تتعاطى او تتعامل مع الاجسام الغريبة والمفرقات دي اللي عشان قطر طبعا دي بتكتشف الاجسام الغريبة بتقدر تفكيكها تتحللها عن بعد دلالة على ان انا ايه افازي على الانسان وفي طرحه الانسان وانا احافظ عليه لا ده ده محل معه ده بكافح الارهاب عشان كافح الارهاب يبقى لازم يكون عندي الارهاب وادواتها نفس الكلام بالنسبة لمضرعات التمساح اللي هي اعتقد انها تعتبر من اجود واحسن هذه المعدات او هذه المركبات المضرعة العالمية ده ده بداية اضافة الى انظمة صاروخية وانظمة امينية ورشاشات متعددة والاجهاز لزر للتطبيع يعني العديد والعديد من الشركات او من الصناعات العسكرية المصرية 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 والليس التي تبين شركات إضافة إلى بعض الصناعات التي تم بالتعاون مع الدول المتقدمة في مجالها إضافة إلى عناصر أخرى تم تجهيزها وإعدادها للبيع لدول تانية